نيجي بقى على حتة الصحة ونيجي على الكورونا وما يحدث في مصر من الكورونا عشان اريحكم بس شوية انا بصراحة مشفق على كل العاملين في وزارة الصحة ومشفق على وزيرة الصحة وانا عارف كله بقى يطلع يقول له اه ونقس كذا نقس الحمد لله هم على الاقل بيحاولوا يعملوا مجهود كبير جدا جدا وبيقدموا كل اللي عندهم ومستعدين في عدة ملفات وفي عدة طرق وفي عدة حالات الحمد لله ان احنا لغاية دلوقتي قادرين ان احنا نتعامل مع ما يحدث عندنا واللي عمال يقول الكورونا والانتشار بتاع الكورونا وكده انت ممكن ماشي انت عمال تتكلم على اعداد المصابين طب انا هخبي اعداد الوفيات ده سؤال يعني حضرتك لو مصر بتخبي بقى وعملها تكوم انا معاك اه الاعداد اكبر لان معظم الناس المصابين النهاردة المراحل الاولى بتاعتهم بيتعالجوا في البيت وبيعمل المسحة بره بره وما بيروحش بقى مستشفيات الحقوق وحدوتة دي كلها انما اعداد الوفيات الحمد لله طبعا اتمنى انها ما تكونش موجودة اساسا انما الحمد لله انت بتقدرش تخبي الارقام دي ودارة الصحة النهاردة الوزيرة عقد حضرت اجتماع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد مع غرفة صناعة الدواء والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية عملوا مؤتمر صحفي بعده عن جهود اللجنة العلمية في اصدار البروتوكولات الخاصة بعلاج فيروس الكورونا خلال السنة دي